بعد شهرين من التسجيلات وزير السكان يكشف جديد عدل ثلاثة السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا كشف وزير السكان والعمران والمدينة تارق بالعريب عن الشروع بصفة استثنائية في إعداد ملفات ذات صلة لإعداد عقود ملكية الأوعية العقارية التي ستقام عليها مشاريع سكانات عدل ثلاثة كما أضاف بالعريب خلال اجتماع تقييم بمقر البنك الوطني للسكان ضم الأمين العام لوزير السكان والعمران والمدينة والمفتش العام المدير العام للسكان بالإضافة كذلك إلى المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكان وتطويره عدل والبنك الوطني للسكن أنه تحسب للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكانية التي أقرها رئيس الجمهورية تم التطرق لإجراءات الواجب اتخاذها لصوفير الأوعية العقارية المستقبلية لهذه البرامج السكانية وبجميع السيغ من ضمنها السيغة الخاصة بسيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في إعداد الملفات ذات الصيلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة لا سيما قانون المالية لسنة 2025 كما أكد الوزير أنه بمناسبة عيد الاستقلال يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية من انطلاق مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع مشيرا إلى تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسسة عدل التسير العقاري وهذا قبل توزيعها على أن تكون جاهزة مئة بالمئة بجميع التفاصيل وفي الأخير تقدم الوزير بالشكر إلى كافة إطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية إذا أعجبكم الفيديو وأردتم وفاتكم عن أخبار جديدة فيما يخص سكانات عدل ثلاثة لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإرجاب